موسيقى 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 اليوم في ايمان عظيم جداً في الموقع العربية السعودية بهمية الفن في حياة الإنسان وفي الحوار بين الحضارات والثقافات المختلفة في ذلك في تركيز فعلاً على إعطاء هذا المساحة اللي أغفلناها سنين طويلة مزيد من الوقت والجهد الفن في السعودية أنا شوفه متجاوز خام منطقة كبيرة جداً ومشتغلة ليس بس من الفن في الفترة اللي اكتشفنا فيها الفن هو موجود قبل حتى أن تبدأ الحركات الفنية في السعودية الظروف اللي مرت فيها المجتمع هي خلقة هذا الضغط تحول الأذكار وأعمال فنية نعيش حالة فن دائمة في السعودية لكن الآن بس وضح أنه مسلط ضده عليه لكنه موجود من فترة قديمة يعني وبأشكال مختلفة القادم مذهل في حراك الفنون بدا يبتعد الفنان عن فكرة الآن الذاتية اللي يصبح هو مؤسسة متحركة وممكن ينضم له فيزيائي وكيميائي وعالم رياضيات ليخرجوا أعمال فنية مذهلة مختلفة موسيقى 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 الناصر السالم مهندس وخطات درست الخط في الحرم في مكة من عمري تقريبا 13-14 سنة لين ما تخرجت من الجامعة في الجامعة درست هندسة معمارية في 2012 عملت معارسة شخصة في أثر وبدأت تشتغل على ممارسة الخط إنه يخلق شكل معاصر أنا راشد الشاشعي ولدت في منطقة الباحة وعشت طفولتي في منطقة الباحة حتى أصبحت فتن انتقلت في منطقة مكة المكرمة وأكملت بقية حياتي فيها درست باكالوريوس في مجال الفنون وأكملت دراسة الماجستير في نفس مجال الفنون أعمل كمعلم لمادة التروع الفنية والفنون في التعليم العام في المنوكة عربية السعودية من 17 سنة تقريباً عبدالله العزمان من موليد الرياض وولدت بحركة فنية مدهشة قبل الفن كنت أكتب بالشعر أصدفت مجموعتين شعرية بعدين وقفت عن الكتابة لأن الكتابة لها مجالها في المجازة وأنا في هذا الوقت كنت أحتاج أن أفعل بالفن أقدر استخدم الصوت والضوء والإضاءة والركب والصراق كل الأدوات المتاحة في هذه الحياة تعملها التجربة في الفن نعمل إقامة فنية مع مركز الملك عبدالعزيز التابع لأرامكو المدة 3 شهر تقريباً كونس من الاكتشاف والباحث والحب نسبر فيها ونكتشف فيها فاصيل الحياة في مدينة صخبة وجريعة وسرعة الرصيف فيها مختلفة على أي مكان في العالم يلتقي فيها واجه من جميع الحال العالم بجلسيات مختلفة وربعات مختلفة وهو شيء رائع أن الفنان يحاول يشوف منطقة مختلفة من الفن وتبقيك حاضر كفنان تغذي ثقافته في البصرية بمعلومات ومعرفة جديدة ومختلفة عن طريقة التعايش عن طريق الكتشاف عن طريق البحوث عن طريق القرب من الفنانين من صالة الفن هدفها هو هذا التواصل الإنساني والفني مع المجتمع الأمريكي ومع الثقافة والفن في أمريكا جينا هنا عشان نقدم معارض فنية عشان نشارك بصورة جديدة غير منمطة عن المملكة وعن الفن في السعودية والاكتساب المعرفة هوها تقريبا هدف شخصي بالنسبة لي وجزء من الهدف الكبير للإقامة الفنية في نيورك جيد؟ 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 أعتقد أنني أستمتع مجتمع هنا جيد هي برامج الإقامة استحدثت لما أحست الساحة الفنية بأنها في حاجة للنقل بعيد عن الأكاديميات التي تأخذ سنوات طويلة جدا لتقنين علم معين تنقل الفنام المتعرفة لها إلى بيئات مرة مختلفة يحتك فيها بالفنون المعاصرة بالفنون الجديدة بشكل مستمر وقصير المدى أنا عملت ممكن مرتين إقامة فنية مرة واحدة كانت في لندا مع الدلفين فونديشن ومرة كانت في بيروت مع شكال ألوان بيئة مرة مختلفة بفنانية مرة مختلفين كل واحد جاي من منطقة نتناقش كل فنان يشتغل عليه ومشروع والسلوبة والتجربة اللي قاعد يشتغل عليها في الفن في برنامج المجلس الخاص بمركز الملك عبدالعزيز إثراء يعطينا كمية كبيرة جدا من الحرية في قرار ما شئت لخدمة فنك وخدمة ثقافتك وتنميتها فعادة أنا أميد إلى فكرة استقراء الحياة المجتمعية وفهم علاقات الارتباط في المجتمعات وكيف الحياة المعاصرة والسريعة تأثر فيها موسيقى أنا في نيويورك تقريبا ما مر علي أسبوع يشبه الأسبوع اللي قبله ما يمر يوم إلا يكون عندي برنامج خارج الأستوديو يا زيارة معرض زيارة ماتحاف وورش عمل أو افتتاح اللي قامة فنية ثانية أو مستوديو ثانية وحين نكون نطلع بنقابل فنانين نطلع نقابل الناس هم مختصين بالفن فعني هو ما هو ملتزم بيوم كامل كل يوم تلاقي فيه جدول نطلع يعني نعيش شوية في نيويورك يعني كتجربة جديدة علينا نشوف الناس المدينة البيئة هذي اللي تعتبر من أهم أو أكثر بيئات مهتمة للمجتمع الفني هذه الفورمس سويتها في دبي 2015 جلست أسمع 21 أغنية استخدمها في تعديد الإنسان في السجول في قونتنامه بغرير موقف صارم وأكيد في عدم تعديد الإنسان بالموسيقى والموسيقى بي أنا استدعي فيها كل الأشياء في حياتي فأنا في هذه اللحظة كنت جالس أسمع دخلت واحدة رقص رقص تعبيري حر كانت أصعب لحظة في الفورمس كانت أصعب لحظة من لحظات حراتي لأنه هذه اللحظة أنا حسيت بحظات الألم فعلا بحيث أنه هي كاعدة في مساحة حرة وأنا مقيد داخل الفن وداخل الفرفة السجاجية وداخل الموسيقى التعديد فكنت كل كلمة واحدة أنا غير موجود أنا غير موجود أنا غير موجود أنا غير موجود فعلا تمنيت ما أكون موجود موسيقى 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 شكرا